ماذا يحدث في ملف كورونا ونبدأ من هذه الاتفاقيات أو الاتفاقياتين تحديدا اللي أعلنت عنهم وزارة التعاون الدولي وأعلنت موافقة مجلس النواب على الاتفاقياتين دول اللي كانوا تابعين لوزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق العربي للإنماء بقيمة 53 مليون دولار ما هو الغرض من الاتفاقياتين هو دعم جهود الدولة في مكافحة كورونا الوزارة أكدت أن الاتفاقياتين هما في إطار منصة التعاون التنصيقي المشترك بين شركاء التنمية متعبدي الأطراف اللي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي بتستهدف تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية في نفس هذا الملفة خلوني أقول لحضراتكم أنه آخر الأرقام اللي تم الإعلان عنها في بيان كورونا كان بيتحدث عن تسجيل قرابة 66 ألف حالة شفاء حتى أو تعافي حتى الآن من كورونا بنتكلم على 67 أو 68% نسبة الشفاء بمستشفيات العزل في الجمهورية